أهلا بحضراتكم من جديد اتحاد القرى يرسل أسماء الفرق المشاركة في البطولات الإفريقية مصابقتين دور الأبطال وكأس الكونفدرالية كلام كتير قوي بيكتب على السوشيال ميديا في مسألة إرسال أسماء الأندية ورخص الأندية المحترفة خلال الفترة اللي جاي خلاص ابتداء من النهاردة لا فيش حاجة اسمها رخصة مؤقتة اللي ياخد الرخصة يبقى نادي محترف ويلعب في المصابقات القرية إما يخليه في المصابقات المحلية ويلعب في الدور المحلي ومالوش دعوه بالكلام الكبير اللي بتلعب في المصابقات القرية ده اللي هيحصل ابتداء من أول سبعة ما فيهاش هزار وما فيهاش نقاش ولا أي جدال هل في نادي مصري حصل على الرخصة حتى الآن بالنسبة للموسم المقبل عشرين تلاتة وعشرين عشرين أربعة وعشرين لا ليه؟ ما اتحاد الكرة طلع وقال إنه هو خلاص اعتمد الرخص وتم إرسال المشاركات للأندية لا الأندية سجلت على السيستم اللي كان وضعه الاتحاد الإفريقي لغاية يوم تلاتين سبتة ولكن بدءا من واحد سبعة هتبدأ مراجعة الملفات حتى هذه اللحظة ما فيش أي نادي يخد الموافقة الرسمية على إنه خلاص أصبح نادي محترف للموسم اللي جاي ويشارك في المصابقات القرية السنوات السابقة يمكن النادي الأهل هو النادي الوحيد اللي كان خد رخصة دايما اللي هو رخصة الأندية المحترفة فيه أندية تانية لتعمل لها استثناء وخدت رخصة مؤقتة لحين توفيق الأوضاع أو تعديل أوضاح لكن ابتداء من السنة دي ما فيش حاجة اسمها رخصة مؤقتة يتبقى نادي محترف وتلعب في المصابقة القرية يتبقى نادي مش محترف وتخليك في المصابقات المحلية تلعب دور وكاس وإذا كنت ممكن تلعب سوبر لو أنت ما نسحبتش من السوبر أو ما اعتذرتش عنه ولكن بالنسبة للمسم اللي جاي هتبدأ ملفات أو هتبدأ المراجعة من إحدى اللي جان المستقلة للجنة الترخيص في الاتحاد المصري عشان تعتمد رخص الأندية طيب الاتحاد الأفريقي المفروض إيه الدور المنوط به خلال الأيام اللي فاتت لأن الناس كانت بتتوقع أن الاتحاد الأفريقي يرفض رخص بعض الأندية لا الاتحاد الأفريقي كل دوره أنه بيستقبل البيانات والاعتمادات الرسمية من الاتحاد المحلي وبيعتمدها لكن لو جات شكوى من أحد الأندية ضد أحد الأندية بأن رخصته غير سليمة وأن الاتحاد لم يعتمد المعايير التي وضحها الاتحاد الأفريقي يبدأ الاتحاد الأفريقي يحقق في الشكوى وبيشوف هل الاتحاد الوطني اعتمد المعايير بشكل سليم ولا جامل النادي في منحه الرخصة للمشاركة في المسابقات القرية وبالتالي ده دور الاتحاد الأفريقي وده اللي تم في الساعات اللي فاتت إنه تم التسجيل على السيستيم ولكن المراجعة هتبدأ من النهاردة أو لأن المراجعة كان أجازة فالمفروض تبدأ من النهاردة للأيام اللي جاية البعض بيتوقع أن الأندية اللي قدمت ملفات الرخص بالنسبة للمشاركات القرية أربع أندية لا ما يقرب من حوالي من ستة إلى سبع أندية قدموا عشان إذا تم استبعاد نادي من المسابقة الإفريقية يكون النادي البديل جاهز ومعاق الرخصة وأقول لكم على مفاجأة جرى العرف في خلال السنوات اللي فاتت كان دايماً اتحاد الكورة بيفتح التسجيل للأندية اللي هتشارك في إفريقيا ولكن السنة دي اتحاد الكورة فتح باب التسجيل لكل أندية الدور العام كل أندية الدور العام الثمنتشر نادي اللي موجودين في الدور السنة دي كلهم كان ليهم الحق في التقديم للحصول على رخص الأندية المحترفة حتى يوم تلاتين ستة هل لو في نادي من الأندية الأربعة اللي تم اعتمادهم للمشاركة في إفريقيا لم يستوفي المعايير ولم يستوفي الحصول على الرخصة هل يضيع على مصر مكان في المسابقات الإفريقية؟ لا لو النادي اللي في المركز الرابع مثلاً يعني ما استوفيش المعايير هل اللي يلي في الترتيب يشارك أو يشارك؟ بدليل أنه استعد وقدم أوراقه للحصول على الرخصة طبقاً للمعادلة حدده الاتحاد الأفريقي يوم تلاتين ستة ولكن المفاجأة اللي أعلقوا عليها عدد أنديت الدوري الممتاز 18 نادي كم نادي قدموا وطلبوا الرخصة وقدموا بياناتهم بشكل سليم وتمت مراجعتهم أو مراجعت بياناتهم وفيه أندية ما قدمتش خالص يعني أول نادي قدم كان نادي في يوتشر ده أول نادي قدم في ملف الرخص الأندية المحترفة سموحة طلاع الجيش الأهلي الاتحاد السكندري المقاولين فاركو سيراميكا بيراميدز المصري الزمالك وإنبي بنتكلم فيه 12 نادي فقط 12 نادي منهم دون ذكر الأسماء يعني أنا قلت الـ 12 نادي اللي قدموا أكيد الستة أنديات تانية اللي ما قدموش الناس أكيد هتبقى عارفة الأسامي يعني منهم مثلا الإسماعيل مش موجود يعني الإسماعيل لم يتقدم تبقى للمعاد يوم 36 بملف رخص الأندية المحترفة أمبي فيه بعض البيانات لسه مش مكتملة فالمفروض بيتم مراجعتها الأندية الأخرى اللي ما قدمتش خالص بقى تقدر تقول ممكن حرص الحدود الداخلية باقي الفرق اللي موجودة في الدور السنة دي وما قدمتش أسوان ما قدمش عشان يبقى معاه رخصة أندية محترفة طب موقفه من السنة جاء في الدور المصري مش عارفين ولكن بالنسبة للمشاركات القرية تم اعتماد الأهل وبيرامدز دور أبطال والأهل موجود بصفة حامل اللقب وفيوتشر والزمالي كأس الكون فيدرالية وبالتالي أصبحت بطولة كأس مصر حاليا ليس لها أي قيمة في المشاركات القرية طيب السؤال اللي ممكن يطرحه البعض إذا كان اتحاد الكورة وقف وساند وساعد أحد الأندية التي تقدمت بملفها عشان تشارك في البطولات الإفريقية وتعامل التسوية في مسألة المديونية في مسألة المستحقات التي لدى اتحاد الكورة على النادي مستحقات الضرائب التأمينات حقوق اللاعبين كل الملفات اللي احنا عارفنا والمعايير اللي طلبها لاتحاد الإفريق هل اتحاد الكورة هيخطو نفس الخطوات مع الأندية المتعسرة محليا ومش قادرة تكمل بيانتها أو تكمل أوراقها عشان تستوفي الملف وتبقى معاها رخصا ده محترفة وأنا هضرب مثال بالنادي الإسماعيلي وأنا هتكلم عن أن ده الجماهيرية نادي جماهيري كان عنده مشاكل في مسألة الرخصة والاتحاد الكورة وقف معاه وطلع قرار من مجلس الإدارة باعتماد الملف واستكمال باقي المعايير عشان ياخد الرخصة طب نادي الإسماعيلي ما قدمش لأنا بتكلم عن المواعيد اللي كانت لغاية تلاتين ستة نادي الإسماعيلي ما قدمش هل اتحاد الكورة هيتعامل بنفس المعيار ويكون فيه عدالة في التعامل وبين الأندية ويسامح أو مش يسامح يدي مساحة لنادي الإسماعيلي إنه هو يكمل ملفه بشكل سليم يعمل تسوية معاه في كافة الإجراءات المفروض الإسماعيلي يكملها لفترة الجاية عشان يكون عالف فيه يعني عدالة ما بين الأندية وهو يبتعمل ملفاتها ما تبقاش القصة كلها رايحة في مجملات لطرف والأطراف التانية تخبط راسها في الحيط إنبي الإسماعيلي أي نادي تاني بقى عنده مشكلة في الملف المفروض الفترة الجاية تحت القرى يساعد الأندية كلها بما إنه بيساعد أحد الأندية عشان يستوفي الملف بتاعه والمعايير بتاعته دي الجزائر المتعلقة برخص الأندية المحترفة قلت لكم حصريا على شاشة القناة الآلي الأندية وعددها اللي قدمت للحصول على الرخصة من 18 نادي في الدور العام ومين خد أوبشن إنه هو يتعمل له تسوية ومين نادي تاني عنده مشكلة في استفاة الأوراق ومحدش قدم له أي مساعدة زي ما تقدم مساعدة لبعض الأندية عشان تستوفي أوراقها النادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي معاه رخصة دايما للأندية المحترفة ولكن سنويا لازم يقدم أوراقه عشان يقدر يشارك في كل مسابقة قرية طيب دي الجزائر المتعلقة بالرخص وإرسال أسماء الأندية لكن النهاردة فيه مباراة مهمة جدا ما بين الأهلي وفيتشار والمباراة دي على فكرة تتكلم ما بين أول الدوري وثالث الدوري وهي مباراة بتحمل فيه تفاصيلها كواليس كتيرة الأهلي من أجل الصراع على الحفاظ على الصدارة وتأكيد قربه من فوز بالمسابقة وفي يوتشار بيلعو على فكرة الابتعاد عن المنافسة مع المركز الرابع مع نادي الزمالك والتأكيد أنه هو تالت الدوري والأحق بالمشاركة في الكنفدرية طبقا لترتيبه فيه الدوري العام ترجمة نانسي قنقر